اشتركوا في القناة ورحب بكم اخواني واخواتي في الله في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم ولا يزال الكلام متواصلا في قصص الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام معث الله تبارك وتعالى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام وكان عمره عندما بعث كان عمره عندما بعث أربعمائة وثمانين سنة تو صغير أربعمائة وثمانين سنة كان عمره فعليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل وأرسله إلى قومه الكافرين دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وأن يفردوا الله سبحانه وتعالى ومن أوسع المواضع في القرآن الكريم التي ذكرت قصة نوح عليه الصلاة والسلام في سورة هوت أوسع المواضع يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله شوف دعوة جميع الرسل على طول ألا تعبدوا إلا الله ما جاء الرسل ليقيموا نظاما سياسيا أو اقتصاديا كما يظن بعض الناس لا الرسل جاء ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فقط ما الذي نريده من الناس أن يوحد الله وبعد بس هذا الذي نريده وهذا الذي يريده كل داعية ومصلح وإمام وعالم ورسول عليهم الصلاة والسلام كل ما يريده من قومه أن يعبدوا الله وبعد بس لا نذي شيء غير ذلك أن يعبد الناس ربهم فقط فهنا قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم شوف سبحان الله الشفقة والرحمة والرأفة التي تكون في قلوب الأنبياء تجاه أقوامهم وهذا الذي ينبغي للدعاة أن يكونوا كذلك أن لا يكونوا منفرين إن منكم لمنفرين يقول صلى الله عليه وسلم فينبغي للداعية المسلم أن يكون حبيبا سمحا لينا قريبا محبا للخير حتى لعدائه حتى لعدائه يدعو لهم بظهر الغيب ويرد الإساءة بالإحسان ويصفح عمن ظلمه ويعفو عمن أساء إليه هكذا هذه هي سيمتهم وهذه هي خصالهم عليه الصلاة والسلام على الرغم من أذيتهم وتكذيبهم وتكفيرهم له عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان يقول إني أخاف عليكم أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كثروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا اشتبونا عين اشتبونا ملك أين هذه العقولة المخرفة أنتم بشر أيهما أنسب يبعث إليكم شخص من جنسكم بشر مثلكم تفهمونه ويفهمكم أم يبعث إليكم مخلوقا ليس من جنسكم أي عاقل سيقول لا من جنسنا حتى نفهم هل أن في أبسط الأمور في أبسط الأمور لو ذهب أشخاص إلى بلد أجنبية إلى بلد لا تتكلم اللغة التي يتكلمها الإنسان ما الذي يريد شخص يعني يفهم ما يقول ليفصح عما يريد حتى يفهم إذن هذه الحكمة أن يكون الرسل والأنبياء من البشر لكن سبحان الله قالوا هذا الكلام مع أنهم يعرفون ويعلمون أن ما يقولونه الآن هو يصادم العقل الصريح ولكنهم قالوا ذلك على سبيل التعنت قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا اتبعك إلا الذين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي شوفوا الحجة الوهية يعني لم يحاججوا نوح عليه الصلاة والسلام بالعقل والمنطق أنهم ما يؤمنون بكتاب ولا سنة فيكون المحاجج بالعقل والمنطق ما حاججوا بالعقل والمنطق مثلا فيحاججهم كما حاجج النمرود وناظر النمرود إبراهيم كما سيأتينا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين محاجة فليتهم حاجج نوح عليه الصلاة والسلام بالعقل لا إنما أتوا بهذه الحجج واش دخل في الموضوع واش علاقة الموضوع اتبعوا الأراذل الأسافل الأغنياء الوجهاء واش غير في الموضوع ما غير شيئا لو كان الإنسان عقلا فقالوا ما نراك إلا اتبعك إلا الذين هم أراذلون أي ضعفاؤنا والمساكين والفقراء هم أتباعك هل اتبعك هل اتبعك أحد من السادات من الكبراء من الأغنياء من الأقوياء وجاء في صحيح البخاري قوله هرقل هرقل عظيم الروم عندما قال لأبي سفيان في الخطاب الذي وقع بينه وابن أبي سفيان قال من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني هل يتبعه الأغنياء أم الفقراء فقال أبو سفيان بل الفقراء فقال هرقل وهم أتباع الرسل لماذا لماذا الفقراء هم أتباع الرسل الجواب لأن الفقير ليس عنده من الأمور ما يمنعه من اتباع الحق ما عنده شيء لا تجاري خاف عليها لا وجاهي خاف عليها تروح ما عنده شيء لكن السيد والكبير في قومه يخشى كما خشي هرقل هرقل عرف أنه نبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أعلم أنني أخلص إليه لا غسلت عن قدميه حتى كاد أبو سفيان أن يجن قال لقد آن أمر ابن أبي كبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر إنه يخافه ملك ملك بني الأصفر يعني الروم ولكنه ضن بملكه بخل بملكه رقل فالمقصود أن العظماء والأغنياء قد يحول هذا الأمر الغنى والوجاه والمكان المجتمعي قد تحول بينه وبين الإيمان أما الفقير وش وراء وش رد ما رد شيء فلذلك هم أتباع الرسل قال الله تبارك وتعالى طبعا قولهم بادي الرأي يعني أن هؤلاء اتبعوك دون روية ودون أن يتأنوا في الرأي إنما مباشرة بادروا إلى اتباعك وهذا هو الصحيح العاقل إذا جاءه الأمر وكان هذا الأمر واضحا أنه حق كفلق الصبح هل من العقل المبادر إلى اعتناقه أم من العقل التأخر والتلك العقل يقتضي المبادرة فهذا هو العقل الذي فعلوه لأن الحق الذي جاء به نوح واضح مثل فلق الصبح أن لهذا الكون العظيم إله وأن هذا الإله هو الذي يستحق العبودية فقال الله تبارك وتعالى قال يا قومي أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتان رحمة من عندي فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا شوف ما يبون فلوس ما يبون رئاسة فقط يبون أن يعبد الناس ربهم بس ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا ما أقدر أطردهم ليس لي أن أطردهم كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا تريدنا أن نجلس معك طيب يا أخي أطرد هذا ولا مجلسك عمار صهيب بلال الفقراء المساكين هؤلاء أطردهم لا نتنزل أن نجلس معهم ونحن سادات العرب فقال الكلام قال هؤلاء كما قال أولئك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نوح وما أنا بطارد الذين آمنوا ليس الأمر لي قال إنهم ملاقوا ربهم سيلاقون الله يوم القيامة فأخشى أن يحاججونني عند الله كيف أطردهم وهم جاءوا مؤمنين إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون إلى آخر الآيات فآمن هؤلاء القلة القليلة واستمر نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم يدعو قومه يدعوهم ليلا كما جاء في سورة نوح ليلا ونهارا جهرا وإسرارا ترغيبا وترهيبا يقلب أساليب الدعوة وهكذا ينبغي للداعية أن يكون متفننا في أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون متفننا يستطيع أن يدخل على كل قوم بما يناسبهم لذلك نوح عليه الصلاة والسلام نوع في الدعوة إلى الله ترغيب ترهيب في الليل في النهار سر علانية ولكن وللأسف لم يجد من قومه إلا الصدود والعناد والجحود والكفر والإيذاء والتسفيه والاستهزاء به عليه الصلاة والسلام حتى من أقرب المقربين له أقرب المقربين من أقرب المقربين لك زوجتك ولا لا أقرب المقربين زوجتك تطلع على خواص أمرك ما لا يطلع عليه الآخر فنوح عليه الصلاة والسلام عاداه أقرب المقربين زوجته ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما السؤال فخانتاهما هل طبعا المقصود بامرأة نوح وامرأة لوط هل المقصود بالخيانة في هذه الآية الكريمة خيانة الفراش الجواب لا قطعا لا ما الدليل قوله تبارك وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فالطيبون لهم الطيبات والأنبياء والرسل هم أطيب الطيبين صلوات الله والسلام عليم أساك ذلك بلى ولذلك قال ابن تيميني رحمه الله في العقيدة الواسطية قال من رمى من رمى زوجة نبي أي نبي من الأنبياء ليس فقط عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه الصديقة بنت الصديق أم عبد الله المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها بل سائر زوجات الأنبياء والمرسلين احفظ هذا الإجماع من هذا العالم النحرير الجبل ابنتيني عليه رحمة الله يقول من طعن في زوجة نبي من الأنبياء أي رماها في الزنا يعني كفر بإجماع المسلمين كافر خارجه عن ملة الإسلام لأن الطعن في زوجات الأنبياء طعن في الأنبياء هل من الممكن أن يبقي نبي تحته امرأة فاجرة زانية حاشاهم عليهم الصلاة والسلام فخانتهما إذن المقصود ليس خيانة الفراش الزنا لا المقصود خيانة الدين خيانة الدين امرأة لوط سيثينا شاء الله تعالى كان في العمر البقية في هذا الشهر في قصة لوط وهي قصة جميلة فيها أيضا فواد عظيمة سيثينا أيضا كيف أنها خانته بمعنى أنها كانت توشي وكانت يعني تخبر قومها قوم لوط إذا أتاه الرجال فكانت تخبر قومه ويعني تفشي سره وأمره وكانت طبعا ليست على دينه وخيانة امرأة نوح أيضا كانت كافرة كانت كافرة لم تكن على دين نوح عليه الصلاة والسلام وكانت هذه المرأة الخبيثة الكافرة امرأة نوح عليه السلام كانت تفشي أسرار نوح عليه الصلاة والسلام وتخبر بأسماء تخبر قومها من الكبراء والظلمة تخبرهم بأسماء من يؤمن من قومها من الضعفاء بعضهم يؤمنوا سرا لأنه يخاف فتقوم هذه المرأة الكافرة وتفشي سره عند الكبراء فيسومون هؤلاء الضعفاء سوء العذاب إذن وجه هذا الصدود ودع الله عز وجل دعا قومه لما يزيد أو قرابة تسعمائة وخمسين سنة كما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبيث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون عندها عندما وجد نوح عليه الصلاة والسلام هذا الصدود والعناد بل بلغ الحد بقومه من الكفر والفجور أن أحدهم إذا حضرته الوفاة كان يوصي أبناءه يقول لا تتبع نوح إلى هذه الدرجة يتوارثون الكفر والعصيان عندها بعد مرور تسعمائة تسعمائة وخمسون سنة الله أكبر تسعمائة وخمسون جمعة الخير نقول هذا الكلام لبعض الناس الذين يدعوا أهل أو قرابت يوم يومين وبس يقول فلان ما في طب شام ما في طب أتاك من الله وحي أنه ما في طب ومن أنت حتى تقول هذا الكلام كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ما تستحي أدعو الله عز وجل ولا تنظر إلى النتائج علينا البلاغ والبيان وعليه سبحانه وتعالى وبحمد الهداية فلذلك لا تكل ولا تمل ولا تحجر واسعا ولا تقنط عباد الله من رحمة الله إياك وهذا الخلق الذمين انظر إلى نوح ما كث تسعمائة وخمسين سنة وما آمن معه إلا قليل وهو نبي مؤيد من السماء عندها دعى نوح على قومه الله أكبر دعى عليهم إني مغلوب فانتصر دعى الله عز وجل أن ينصره أن ينصره على قومه الذين كذبوه وآذوه فاستجاب الله عز وجل استجاب رب العزة والجلال الجبار استجاب سبحانه وتعالى لدعوة نبيهم فماذا قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعله خلص طب خاطرا يا نوح والتهدأ نفسك وليطمئن قلبك هؤلاء لن يؤمن أحد منهم انتهى هنا نقول ما فيهم طب متى نقول متى قال نوح هذا الكلام عندما جاءه وحي من الله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن انتهى خلص فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أنت الآن دعوت إني مغلوب فانتصر واستجبت دعوتك يا نوح وسأغرقهم بعذاب ما أهلكت به أحدا من الأولين ومن الآخرين ولكن يا نوح إذا أتى عذابنا فلا تتوسل ولا تأخذك الرحمة والرأف بقومك فإن هؤلاء لا يستحقون الرأفة ولا الرحمة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا بأعيننا برعايتنا وبسمعنا وبصرنا وحفظنا واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أمر الله عز وجل نوحا أن يزرع الأشجار فزرع الأشجار لسنوات طويلة قيل لمائة سنة وهو يزرع الأشجار فإذا ما خرجت الأشجار واشتد عدوها وجذوعها أمره الله عز وجل بصنع السفينة كانت هذه السفينة عجباً عجاب صنعت هذه السفينة في الصحراء والسفينة لا تمشي على الصحراء تمشي على البحار والمياه ثم كانت هذه السفينة طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراع خمسون ذراعاً وارتفاعها ثلاثون ذراعاً وقيل غير ذلك من الأحجام والعلم عند الله عز وجل المهم أنها سفينة عظيمة قوية فصنعها من ألواحي الخشب التي أخذها من جذوع الشجر وسمرها بالمسامير من حديد كما قال الله تبارك وتعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر حملناه أي في البحر الطوفان على ذات ألواح ودسر الدسر المسامير فكان هذا بناءها وأمره الله عز وجل أن يجعلها ثلاث طبقات ثلاث أدوار الدور الأرضي جعله للدواب والحيوانات والدور الأوسط جعله للبشر والدور العلوي جعله للطيور وأمره الله تبارك وتعالى بعد أن صنع هذه السفينة العظيمة ذات ثلاث الطبقات وجعل عليها من فوقها غطاء محكم أغلقها فأصبحت أشبه بالصندوق واضح ثلاث طبقات ثم الطبق العليا جعل عليها غطاء غطى أغلقت هذه السفينة فأصبحت كالصندوق وجعل بابها في طولها ثم طلاها طلا باطنها وظاهرها بالقار القار الزفت كمكم الله طلا هذه السفينة حتى تتماسك هذه الألواح ولا ينفذ الماء من خلالها ثم جعل فيها فتحة يسيرة حتى إذا احتاج إلى إخراج الماء منها يخرجها من هذه الفتحة وأمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين فحمل من كل صنف من أنواع البهائم والحيوانات والطيور والمخلوقات زوجين اثنين وأمره أن يحمل معه من المأكولات والبذور والثمار حتى ينتفع بها بعد انتهاد الطوفان وأخذ معه أهله من آمن من أهله في أثناء صنعه للسفينة كان يمر عليه ملء من قومه فيسخرون منه ويستهزئون بعقله لين عقلك نوح عليه السلام أنت العاقل الرشيد أتصنع سفينة في الصحراء فكان يقول لهم ما ذكره الله تبارك وتعالى وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم يعني كما نقول في العامية الوعي قدام أنتم تسخرون لكن ستعلمون من الذي سيسخر ومن الذي سيضحك ومن الذي سينجو بعد ذلك إذا أتى العذاب من الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون إلى آخر هذه الآيات ثم قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول فركب مع نوح عليه الصلاة والسلام ثمانون نفسا أخذ قلنا البهائم والطيور والثمار والحبوب وركب معه ثمانون نفسا من الرجال والنساء منهم ثلاثة من أولاده الذكور سام وحام ويافث سام وحام ويافث وابنه الرابع وهو يام الذي اسمه في كتب أهل الكتاب التورى اسمه كنعان هو الذي كفر هو الذي سولت له أمه الكافرة امرأة نوح سولت له وزينت له لكفر بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وركب نوح وأغلق أبواب السفينة ثم جاء أمر الله تبارك وتعالى فار التنور والتنور هو وجه الأرض فانفجرت الأرض بالمياه المتدفق الكثيرة وخرج الماء من كل بقعة في الأرض حتى فار التنور التنور الذي هو يخبز فيه تشعل فيه النار فمن هذا المكان الذي فيه نار خرجت النار خرج خرج الماء فخروج الماء من غيره من باب أولى فمن كل بقعة في الأرض تدفق الماء بشكل كبير مخيف قوي سريع وفتح الله تبارك وتعالى السماء بماء منهمر نزل مطر شديد كالقرب قال سبحانه وتعالى فالتقى الماء السماء وماء الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر طلقت هذه السفينة بعد أن ملأ الماء أرجاء الأرض بسرعة متناهية انفجر الماء من كل بقعة في الأرض ونزل الماء الشديد كالقرب ينهال من السماء فامتلأت الأرض والوديان والسهول والبقاع والسفاح حتى على الماء قيمة ما الجبل وفي هذه الأثناء أدركت نوح أدركت نوحا عليه الصلاة والسلام عاطفة الأبوة فرأى ابنه كنعان وهو يرقى ذلك الجبل فقال له يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال أي كنعان قال سآوي إلى جبل يعصموني من الماء قال نوح له قال لا عاصما ليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ما استطاع هذا الرجل الذي حقت عليه كلمة الشقاء من الله تبارك وتعالى وسبقت عليه كلمة العذاب من الله تبارك وتعالى ابن نوح كنعان أن ينجو وأن يفر من هذا الطوفان الذي عم أرجاء الأرض كلها أخذت هذه السفينة تشق عباب البحار والأمواج المرتفعة كما قال الله تبارك وتعالى ووصف لنا هذه الصورة وصفا بديعا عظيما رائعا في سورة هود قال الله تبارك وتعالى وقال اركبوا فيها يعني نوح وقال لمن معه اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها قال سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال أي في ارتفاعه من عظم المياه التي خرجت من الأرض وتساقطت من السماء أصبحت أصبحت الأمواج تعلو الجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه قال يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبني يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين استمرت هذه السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة لمئة وخمسين يوما مئة وخمسون يوما وهي تسير وتتلاطم بها هذه الأمواج العظيمة التي كالجبال ونوح عليه الصلاة والسلام ومن معه بحفظ الله عز وجل لهم في هذه السفينة وبعد مرور مئة وخمسون يوما استوت هذه السفينة ووقف على جبل وهذا الجبل اسمه جبل الجودي كما قال الله تبارك وتعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي أمره الله تبارك وتعالى الذي لا يرد أمره بعد أن انتهى كل شيء وأهلك الله الظالمين وأنجى الله المؤمنين أمر الله عز وجل الأرض أن تبتلع هذا الماء وأمر السماء أن تنقطع عن المطر وعن انهمار الماء منها فقال الله عز وجل وقيل من القائل الله جل في علاه وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء أي تناقص الماء وغيض الماء وقضي الأمر أهلك الظالمون نجي المؤمنون وقضي الأمر واستوت أي السفينة على الجودي وهو جبل قيل في الهند وقيل في غير ذلك والظهر والله أعلم يعني أنه في الجزيرة في جزيرة العرب استوى هذه السفينة على جبل هناك وهو اسمه الجودي استقرت هذه السفينة قبل أن ينزل نوح من السفينة عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن أن كل شيء كما يقال على ما يرام فقال أهل التاريخ والسير والعلم عند الله عز وجل أن نوحا أرسل الحمامة الحمامة كانت معه من جملة البهائم والحيوانات والطيور فأرسلها في الأرض فطارت لفترة من الزمن ثم عادت إليه فرأى في ثمها ورقة من أوراق شجرة الزيت فعندما وجد هذه الورقة علم عليه الصلاة والسلام وقد كانت جافة ليست بمبتلة امتلال شديد بالمياه فعرف عليه الصلاة والسلام أن الماء قد انقطع وأن الأمر قد هي وأن الأمر قد أذن له من الله تبارك وتعالى ففتحت هذه السفينة ونزل عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى في ذلك قيل يا نوح بيط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من 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 معك وبركات عليك وسلام أي من السلام عليك وعلى أمم هذا فيه إشارة إلى أن جميع أمم الأرض يرجع نسلها إلى نوح ولذلك يسمى نوح أيضا عليه الصلاة والسلام بأب البشر الثاني أب البشر الأول من آدم عليه الصلاة والسلام وأب البشر الثاني من نوح عليه الصلاة والسلام آدم عليه الصلاة والسلام له ذري كثر ومن أولاده من أحفاده من أولاد أولادي نوح من ذرية إدريس من ذرية شيث وهناك إخوة غير شيث لنوح ولكن جميع نسلهم وذريتهم انقطعت ولم يبقى في الأرض من البشر إلا من نسل نوح وتحديدا لهؤلاء الأبناء الثلاثة سام ويام ويافث سام وحام ويافث ويام قلنا هو كنعان قتل وأهلك في الطوفان فسام هو أبو العرب وحام هو أبو الحبشة والسودان ويافث هو أبو الترك والروم وقيل غير ذلك والعلم عند الله عز وجل ولكن مما يذكر أن يافث من أبنائه يأجوج ومأجوج من أبناء يافث الذين سيخرجون في آخر الزمان ويعيثون في الأرض الفسد إذا نزل نوح عليه الصلاة والسلام بعد هذا الطوفان ثم تكاثر الناس من ذريته صلوات ربي وسلامه عليه أتته الوفاة عليه الصلاة والسلام لأن الجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت فمات نوح عليه الصلاة والسلام بعد عمر بعد 1780 سنة قضى منها 480 سنة قبل البعثة وتسعمية وخمسين سنة قبل الطوفان في الدعوة ثم بعد الطوفان بعد أن نزل من السفينة مكث في قومه 300 أو 350 سنة عليه الصلاة والسلام وكما قلنا انتشرت الأمم والذراري من ذريته من سام وحام ويافث فعليه الصلاة والسلام وذكر ابن جرير وغيره أن قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام قبره في المسجد الحرام ولكن علم ذلك عند الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح نلتقي أحبتي في الله في درس الغد مع قصة أخرى من قصص الأنبياء والمرسلين إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته